اهتدى المحققون في جريمة مقتل الشرطي هشام بالدارة لبيضاء إلى العقل المدبر لهذه الجريمة النكراء حيث تم توقيف ثلاث عناصر مشتبه بها اثنين منهم من الحي الحسني والعنصر الثالث تم استقدامه من مدينة فاس عناصر مطلعة كشفت أن الفرقة الوطنية توصلت بمسدس الشرطي الذي اختفى بعد فاجعة مقتله والتخلص من جثه عبر الحرق بمنطقة خلاء ضواحي حد السوالم المصادر ذاته أوضحت أن دوافع هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشرطي هشام لا علاقتها لها بما نشر كذبا بمواقع التواصل الاجتماعي عن الخيانة الزوجية المعطيات الولية حول تطورات هذه الجريمة تشير لأن الشرطي هشام هو شهيد الواجب بعد أن يتم البوح بما في جعبة الموقفين الثلاثة وخيرا لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد